في الذكرى التاسعة عشر على معركة الفلوج الثانية ما يزال أهالي المدينة يستذكرون بشاعة الجرائم التي نفذها الاحتلال الأمريكي وآثارها الشاخصة حتى اللحظة هذا المكان تحديدا كان ملعبا لكرة القدم قبل أن يتحول إلى مقبرة تضم رفاتو نحو ثمانية آلاف شهيد أغلبه من النساء والأطفال ارتقت أرواحهم نتيجة القصف على المدينة في عام 2004 لا سيما بالأسلحة المحرمة دوليا كان ساحة مالطوبة بداية عمي من جي الاحتلال صارت مقبرة من 2004 لحد ساعتك هاي يعني كانت الفلوجة محاصرة حتى هاي في سوري محرم عنقودي ما عنقودي شو مرع الفلوجة وعلى هاي شيء غدام إلا ما خلال شيء ما شمر الاحتلال حوال بالإثمان تالاف من عدل بالستير هناك سوى هم غابر جماعية عمني يقول المؤرخون هنا إنما تمر به غزة اليوم هو مشابه لما حدث لشقيقتها الفلوجة قبل تسعة عشر عاما من الحصار المطبقي على الأبرياء واتباع سياسة الأرض المحروقة بالنسبة للمحتلة الأمريكية استخدم كل الأسلحة المحرمة دوليا والكثير استشهدوا بسبب استخدام الفستخور العبيض واليوناني ومنظب وغيرها من الأسلحة المحرمة دوليا وكذلك في الأسلحة المحرمة اللي استخدمها الاحتلال الأمريكي واللي استخدمها الكيان الصهيوني الآن في غزة وكذلك سياسة القصف العشوائي وقتل المدنيين وتعتبر جرائم الإبادة الجماعية انتهاكا للقوانين الدولية الذي وضعته الولايات المتحدة جانبا وارتكبت أبشع الجرائم ضد الأبرياء في الفلوجة من الأنبار أحمد ناجي قناة الفلوجة